اشتركوا في القناة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على وجه السرعة فور تلقي الملاحظات والبلاغات من قبل جميع افراد المجتمع ومن بينها المتعلقة بانتشار الحشرات والبعوض في بعض المناطق حفاظا على الصحة العامة واشدد مدير ادارة الصحة العامة على اهمية التعاون من جانب المواطنين والمقيمين وتعزيز الشراكة المجتمعية من اجل الحرص على اتباع كافة الاجراءات الوقائية في المنازل والمناطق السكنية للحد من انتشار البعوض ومسببات تكاثره نحن قمنا بزيارة لعدة مناطق وكافة محافظات مملكة البحرين الفريق هو لما يزور يروح طبعا يتشوف بؤر التوالد للحشرات سواء كانت من مشاريب الماء سواء كانت من مياه راكدة في اماكن معينة مثل سطل الماء اللي ممغطة او تحت الاصايص داخل البيوت فنروح عدة اماكن في المحافظة ونشوف هذه بؤر التوالد ونعالجها جميعا سواء كان فيها اليارقات والبعوض او ما كان فيها اليارقات والبعوض بس ضروري علينا والتوعية ايضا للعموم انهم بعد يشوفون اماكن اللي فيها توالد البعوض اذا فيها اماكن توالد البعوض داخل البيوت سواء من اماكن سطل الماء في مياه راكدة يتأكدون يشوفون ساعة تحت الاصايص يكونون موجودين واحنا دورنا ان شاء الله معاكم اذا عندكم اي شكوة تتصون على الرقم الموجود اللي هو 8800 وان شاء الله احنا نكون متواجدين معاكم تم توضيح امور خطة الوزارة وكيفية التعامل مع القطاع الخاص ايضا وكيفية العمل فريق العمل نفسه في وزارة الصحة التواجد في الملكيات الخاصة بموافقة اصحاب المنازل او في الشوارع العامة نشكر وزارة الصحة ومنتسبي وزارة الصحة على جهودهم في مكافحة انتشار البعوض وعلى الاستجابة السريعة اللي حاليا حصلت في المنطقة ترجمة نانسي قنقر